قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فمرحون بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ الدولة العثمانية بخيادة السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول ابن بيزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح تحت عنوان السلطان سليمان القانوني يعلمنا أن للأوطان حرمة وأن للعقائد حرمة وأن للإنسان حرمة علمنا سليمان القانوني أن نصرة المظلوم فريضة سواء كان على دين الإسلام أو على غير دين الإسلام أيها المستمع والمشاهد الكريم والصفحات التي نعرض لها من خلال الغزوات التي قادها السلطان سليمان القانوني طيلة فترة حكمه وكما ذكرنا من قبل أنه قاد ثلاثة عشرة غزوة باتجاه أوروبا وباتجاه الدولة الصفوية وباتجاه الحوض الغربي للبحر الأبيض والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوصل وذكرنا في لقاءات سابقة بياناً بالغزوة الأولى التي بدأت 1521 بعد وفاة أبيه سليمان بعد وفاة أبيه سليم الأول بثمانية أشهر بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر قاد الحملة الهمايونية الأولى باتجاه بلقراد اللي كانت تعتبر مفتاح أوروبا الوسطى يعني يتحرك الجيش الإسلامي العثماني بقيادة سلطان سليمان القانوني باتجاه بلقراد اللي هو مفتاح أوروبا الوسطى اللي هي عاصمة غسلافيا سابقاً وعاصمة صربيا حالياً لأنها كانت تهدد أمنة ووحدة العالم الإسلامي الدولة الإسلامية 13 حملة همايونية منها إحدى الحملات كانت استجابة لنداء والي المجر ومقره في العاصمة أبو دابست اسمه زابوليا تعرض لتهديد من أبناء أوروبا وكان زابوليا قد عينه بعد الفتح الإسلامي للبلقان للمجر السلطان سليمان الأول كان حريص على أن يسند إمارة الولاية إلى أهل البلاد الأصليين طالما فيه توافق واتفاق على أنهم يكونوا ضمن الكيان العضوي للدولة الإسلامية فلا حرج في أن يكونوا هم المسؤولون عن تصريف شؤون دولتهم في نطاق النظام العام للدولة الرسمانية فزابوليا هذا اللي كان ملك للمجر بموافقة السلطان سليمان القانوني تعرض لعدوان من جيش يقود واحد مشار لكوينت ويقوده فيردناند جيش ألماني نمساوي مجري استهدف فصل المجر عن الكيان العضوي للدولة الإسلامية استغاس زابوليا ملك المجر بالسلطان سليمان القانوني اللي تعلم في مدرسة الإسلام أن نصرة المستغيث المستجير المظلوم فريضة شرعية يحتمها الدين دين الإسلام لأن الإسلام علمهم أن تحقيق العدالة في أرض الله أي فريضة لذلك استجاب السلطان سليمان القانوني لدعوة زابوليا ملك البشر وحرك قوات من مائة ألف مقاتل ده غير سلاحة المدفعية 300 مدفع من أحدث أنواع الأسلحة في ذلك الوقت وكان الجيش المجري الألماني النمساوي قد حشد 200 ألف مقاتل وكان الألمان مساهمة خاصة 38 في مقاتل كانت تستهدف المجر وحينما علمت بأن السلطان سليمان القانوني قد تحرك باتجاه صحراء المجر الكبرى في منطقة اسمها موهاكس اجتمع الجيش الألماني المعادي السلطان سليمان القانوني حينما خرج لنصرة إنسان مظلوم وخرج أيضاً لحماية الأمن 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 الأمة وأمن الدولة الإسلامية اللي كانت قد امتدت حدودها في آسيا وأفريقيا وأوروبا على امتدار 14 مليون كيلو متر مربع ووحدتها فريضة لأن الأمة أمة واحدة وكان فيها يعيش أهل الكتاب ولا حقوق المواطنة الكاملة ويصرفون شؤونهم الداخلية في ضوء معتقداتهم وتشريعاتهم إلا أن يقبلوا بالتحاكم إلى قيادة الدولة الإسلامية أنا أعوز أقول دولة مطرمية الأطراف لها نظام سياسي له مرجعية هي مرجعية الإسلام حقق الوحدة الوطنية الإسلامية بأجل معانيها صار بقى وحدة بين الأتراك المسلمين وبين أبناء أوروبا المسلمين في البلقان كلها وبين أبناء العرب المسلمين وحدة وبين الشعوب أسيا وأفريقيا تحققت الوحدة بأجل معانيها لا تنتقص لأحد قدرا ولا تأخذ لهم حقا كل مواطن يأمن على ماله وعرضه ومقدساته وكنائسهم وبيعهم والناس يأمنون على مسائجهم فأقول في مثل هذه الظروف لما استغاس الملك زابوليا بالسلطان سليمان الأول تحركت القوات ليس فقط لنصرة زابوليا وهو ليس على دين السليمان القانوني الرجل النصراني مسيحي من أبناء أوروبا لكنه أيضا بالإضافة إلى نصراته وهي فريضة لأنه ده من أبناء الدولة الإسلامية وحمايته فريضة حتى من أبناء أوروبا اللي هم إخوانه في المواطنة وإخوانه في العقيدة فتحرك السلطان سليمان القانوني للنصرات زابوليا نمرة 2 ولكسر شوكة شارلكان أو شارلكونت اللي هو ملك أسبانيا المغتصبة التي شرد أهلها وأبيد كامل شعبها ورفعت شعارات النصرانية على مساجدها وكان يستهدف أيضا فردناند ملك ألمانيا اثنين من طواغيت ومجرم المجتمع الغربي في ذلك الوقت من رحمة ربنا في هذه المعركة يقولون أن السلطان سليمان القانوني ودي ورينا الثقة في الله صحيح؟ عدم في التوق ولكنه كان يعلم أن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم عارف أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير وفقد والأخذ بالأسباب فريضة لكن في نفس الوقت كان يدرك أنه من الأخذ بالأسباب أنه هو اللجوء إلى الله قيامه الليل والدعاء والاستغفار والتوبة وأيضاً طلب المعولة من الله عز وجل لذلك يقولون يعني داخل السلطان سليمان القانوني بعد صلاة الصبح بين صفوف الجيش وألقى خطبة أذكرهم بأنهم خرجوا غضباً لحرمة الوطن الإسلامي ونصرة لإنسان مظلوم وكسر لشوكة عدو يكره الإسلام وكان له دور بارز في تصفية الإسلام في الأندلس عبر محاكم التفتيش ويذكرهم بأن طلب الشهادة في مثل هذه الموافق في هذه المواقف مشروعة وأيضاً كان يختم ذلك بقوله إن روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترنو إليكم ببصرها وتنظر إليكم مجرد الجند يسمعه من القائد روح محمد صلى الله عليه وسلم تنظر إليكم فانهمرت الأعين بالدموع وانطلقوا لمواجهة الجيش الذي كان يقوده شارلي كوينت وفيردنند الذي هو الأسباني الألماني النمسوي وسبحان الله وانكسرت شوكة الجيش الألماني الأسباني النمسوي الألماني في مواجهة الجيش الإسلامي سبحان الله يقولوا المعركة انتهت في طرفة عيني ساعة ونصف وكسرت شوكة الجيش الألماني النمسوي اللي هاجم بودابست وسولى عليها انكسرت شوكته يقولوا في ساعة ونصف انهار جيش عمره كان في المنطقة ستمية سبعة وثلاثين سنة أصبح على يد السلطان سليمان القانوني في ذمة التاريخ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شان قدير انكسرت الجيش مش بس كده ده تبعثرت قواته شرقا وغربا وهرب شارلي كوينت وهرب فردنان القادة الأوروبيون هربوا كانوا يتحاشوا الصدام مع السلطان سليمان القانوني عارفين أي معركة مع السلطان سليمان القانوني هيكون عاقبتها الفشل وفي هذه المعركة طبعا عادت بودابست وكان هناك يعني احتفال في مقر مملكة مقر الملك بودابست وقام أحد قادة الدولة العثمانية بوضع تاج المملكة مملكة المجر مرة ثانية على رأس الملك زابوليا اللي هو ملك المجر وهكذا انتصر السلطان سليمان القانوني لأحد أفراد الرعية انتصر للوطن وحافظ على وحدته من التفتت وكسر شوكة عدو كان لا يتوقع يتوقع أن يقف عند حدود بودابست شيء الذي يذكر هنا أن جرت محاولة لاغتيال السلطان سليمان القانوني زي ما حاولوا زي ما اغتالوا مراد الأول في موقعات قصوة حاولوا اغتيال السلطان سليمان القانوني ولكنه كان فيه يقضة يقضة الجند ويقضة القائد عينوا على أرض المعركة شوف أرض معركة تموج بثلاثمائة ألف مقاتل والمدفعية تقصف هنا هناك لكن الملك السلطان سليمان واعي أدرك خمسة وتلاتين فارس مجري حاوتوا السلطان سليمان القانوني لكن من قدر الله عز وجل وحفظه لأن نحفظ الله يحفظك حفظوا الله فحفظهم حتى هم في ساحات الغوى ويتعرضوا للموت في كل لحظة وقتل اثنين وثلاتين منهم وقتل السلطان سليمان القانوني ثلاثة من فرسان المجر ونجى الله الذين آمنوا يعني ربنا سبحانه وتعالى ونجى الله سبحانه وتعالى السلطان سليمان القانوني من هذه المحنة الشيء الذي يلفث النظر في هذه الغزة ويقول للأوطان حرمة وللإنسان حرمة وللإسلام حرمة تصوروا معي لو قيل لكم أن فلان قد رأى رؤية أن قائدا من قوات الدولة الإسلامية وقف بعد المعركة واستعرض القوات الجيش الإسلامي في صحراء المجر في منطقة موهاكس تقولون نعم هذه حقيقة لكن لو قيل لنا الآن تمنوا هل يستطيع إنسان أن يتمنى أن يكون هناك قائد يقود الأمة لإعادة هذه الوحدة إلى أمة الإسلام مرة أخرى وأوطانها إلى سابق عهدها لا يستطيع أن يتمنى ليس شيء بعيد هذا وهم تعيشون لكن هذا الوهم هو كان حقيقة سلطان سليمان القانوني وقف في صحراء موهاكس صحراء المجر الكبرى يستعرض قوات الجيش بعد النصر الذي تحقق في أرض المعرك وللعاه العزة ولرسول الأمة الإسلام وللمؤمنين والأمة الإسلام ده زمن العزة يستعرض الجيش كان فين السلطان سليمان القانوني يقول كان على مسافة 185 كيلو متر شمال غرب بلقراد و 170 كيلو متر جنوب بندبست وبذلك يعني سبحان الله دي كان جزء من ديار الإسلام المجر نعم بودابست نعم فين فين معد القلعة الأرض النمسوية كلها جزء من الكيان العضو للدولة الإسلامية رومانيا نعم صربيا البوسنة والهرسك ألبانيا اليونان كل البلقان لغاية حدود ألمانيا وا 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 عليها لأنهم تعلموا أن للأوطان حرمة وللأعراض حرمة وللإنسان حرمة حافظوا على الأوطان وحافظوا على أهلها من كل الجنسيات وواقفوا الشيء الذي يعني يلفث النظر أيضا في هذه الغزوة المباركة أن يقولوا الكتاب التاريخ المعركة انتهت في رمشة عين 200 ألف يحشدون في مواجهة القوى العثمانية في رمشة عين تضرب قوة طبعا ربنا الله لا يحب المعتدين فنضربوا بالحق على الباطل فيدماغه أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا الله عن النصري من قد تحقق النصر وضرب الجيش الألماني النمساوي الأسباني على أرض في سهل المجر الكبير طبعا هذا الجيش تبدد تبدد القوى الشيء الذي ألفث النظر كم قدم المسلمون العثمانيون من شهداء قدموا 150 شهيدا وبضعة ألاف من الجرحة طبعا تقبلهم في الشهداء المعركة مع دخامة عدد المشتركين فيها 150 شهيد لأنه كان يطلبون الشهادة في مضانها يعني جيل عنده استعداد للتضحية والفداء والبزل والتجرد ده اللي حمل أوطان ده اللي أقام هذا الوطن الإسلامي الكبير بعد أن تم استعراض الجيش الإسلامي في صحراء مهاج انطلق الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان باتجاه النمسا وسبحان الله وفي النمسا وصلوا بسراي الملك ليحتفلوا فيه بعيد الأطحة وقبل ذلك تم الاحتفال بعيد الفطر في المجر بعد سبحان الله صور المسلمون القائد المسلم يحتفل قائد الدولة الإسلامية العثمانية العالمية يحتفل بعيد الفطر في بودابست ويحتفل أيضا بعيد الأطحة في السراي في البلغراد ويحتفل بعيد الأطحة في سرايا الملك في بودابست طبعا هذا يؤكل لنا شيء على جانب كبير من الأهمية أن الدولة كان لها كيان لها قيمة عندها مبادئ حريصة كل الحرص على تحقيق هذه الأهداف العظيمة يأتي بعد ذلك الحملة الهمايونية الرابعة التي كانت تسمح حملة فينة 1529 خرج السلطان سليمان القانوني باتجاه فينة النمسا ليه؟ لأن جيش العدو لازال يتمركز على الحدود الألمانية النمساوية شيء عجيب رغم الضربات التي يتلقونها لكن عندهم حقد شديد على الإسلام وعلى العالم الإسلامي وعلى الدولة الإسلامية وخاصة الدولة العثمانية ماذا فعل السلطان سليمان القانوني عقد العزم على الذهاب إلى فينة ومنازلة الجيش الألماني قياد الشرل كوينت والراجل الثاني اللي اسمه فيردينند دي كانت الحملة الرابعة 1529 ميلاديا سبحان الله الذي يتابع أخبار هذه الغزوة يجد أن الملك شارلي كوينت وفيردينند قرروا أن يتركوا يتركوا بعض القوات على الطريق لكن لا يواجهون السلطان سليمان القانوني في معركة وجه الوج دامت الحملة دي حوالي سبعة أشهر وسبعة أيام وقد أسفرت هذه الحملة عن كسر جانب آخر من الجيش الألماني والنمساوي وكما قلت امتدت أمن السلطان سليمان القانوني شبه جزيرة البلقان التي امتدت حدودها على امتداد أرض النمسا وحتى وصلت على حدود ألمانيا بإذن الدولة عسماية قلنا الدول السلطان سليمان القانوني يعلمنا ويذكرنا بالأوطان المنتهبة ليس هذا فحسب السلطان سليمان القانوني كما قلنا خرج لتحرير لتحرير جزيرة رودس من قوات الفرسان أو ما يسمون فرسان القديس يحن قاعدة صليبية قاعدة صليبية في رودس كانت تهدد أمن العالم الإسلامي حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق كان في مملكة لاتينية أوروبية كاثوليكية في رودس تهدد أمن المنطقة وتهدد المقدسات وتهدد الأناظول وتهدد الشام وتهدد مصر وتهدد الشمال الأفريقي ماذا فعل السلطان سليمان القانوني أن ننم عنها لقد حاول جدي محمد الفاتح اقتحام قلعة رودس فلم يفلح وأصيب وهذا يكفي وهذه جزيرة بعيدة عن حدودنا لا كان السلطان سليمان القانوني يؤمن بأمن أمن مش أمن العالم الإسلامي فقط أمن المجتمع الدولي كل لا يتجزأ فطالما هناك إجرام ومجرمون يهددون أمن منطقة معينة فهؤلاء استئصالهم واجب لأنهم يهددون أمن البشرية كلها لذلك نجد أن السلطان سليمان القانوني عخذ لحملة عسكرية برية وحملة عسكرية بحرية وخرج بنفسه في الحملة البحرية رغم أن كان محرم طبقا للقانون العثماني لأنه كان يعرض ركوب البحر كان يعرض أمن الصلاتين للخطر لكن أصر السلطان سليمان القانوني أن يخرج بنفسه في حملة رودس لرفع جهد الرفع رفع العدوان الكسوليكي أن واقع عليها وذا فعلا السلطان سليمان وحاصر جزيرة رودس مئة أربعة واربعين يوم وقدم المسلمون شهداء عشرين ألف شهيد وتضحيات كبيرة وتحررت رودس وانتهت الدولة الكاثوليكية النصرانية اللاتينية التي كانت قائمة على أرض رودس لمدة مئة وطلاتاشر سنة منذ الحروب الصليبية من الذي حررها آل عثمان الأتراك المسلمون لأن تحرير الأوطان ورفع القواعد الأجنبية وكسر شوكة العدوان دي مهمة العالم الإسلامي كله بل مهمة البشرية لأن دي فرضة شرعية وضرورة حياتية سلطان سليمان بعلمنا أن للأوطان حرمة وللدماء عرمة وللأعراض حرمة قدم المسلمون عشرين ألف شهيد وتحررت رودس ونقل إليها أناس مسلمون وغير مسلمين عاشوا على أرض جزيرة رودس وحشدها بال وشحناها بالمقاتلة والعتاد يعني للدفاع عنها في مواجهة أي عدوان قد يطرأ عليها مش رسلين سلطان سليمان القانوني وهم بعد ما فتحوا القلعة واجدوا بها ستة آلاف من الأسرى المسلمين نساء وأطفال وشيوخ أسرى في يدي فرسان القديس يحن لا أدر أي قديس هذا الذي يبيح الأسرى ويبيح القتلى ويخيح سرقة الأوطان واغتصاب المقدسات وتم الإفراج عن الأسرى وده كان بركة الجهاد في سبيل الله ستة آلاف أسير تم تحريرهم من خبضة الشئ الذي نلمحه في الجند يعني الروح القتالية العالية وطلب الشهادة وكما الناس دول كانوا أصلا مؤهلين لتلقي نصرة الله سبحانه وتعالى وبهذا تم تأمين الشواطئ الحوض البحر الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تم تأمين الحوض الشرقي أمن مصر أمن شبي ججرة الأناظول أمن سوريا فلسطين في الشاتر الأفريقي إيه اللي حرك السلطان سليمان القانون تعلم في مدرسة الإسلام أن للأوطان حرمة وأن للمقدسات حرمة وأن للإنسان حرمة كيف يبقى فيه أسرى مسلمين وأمة اسمها الأمة الإسلامية على قيد الحياة وامتدت حدود السياسية على امتداد 14 مليون كيلو متر مربع ده لا يرضي الله ولا يرضي الرسول سلم ولا يرضي أمة الإسلام ولذلك تحرك السلطان سليمان القانوني وحرر جزيرة رولز وقام مكانها قاعدة عسكرية تؤمن الحدود السياسية للدولة والعضوية للدولة الإسلامية شيء الذي يلفط النظر الجزيرة التي استعصت على السلطان محمد الفاتح ثلاث مرات هذا الذي تحقق النصر العوامل التي أدت إليه أولا الذين قاموا على هذه الغزوة رجال ردوا بالله ربنا ومسلام دينا نعوبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولة وأدركوا أن النصر من عند الله ولكن الأخذ بالأسباب فريضة وذلك أخذوا بالأسباب ومنها دراسة أسباب الفشل لفشل العثمانيون في تحريرها منذ سنوات طويلة فأخذوا تحاشوا أسباب الفشل والشيء الذي يلفث النظر أنه كان للمرأة دورا في تحرير رودس تم غرس النساء داخل القلعة يعني لأنهن تظهرنا يعني كان لهن مهمة معينة فعلا واستطاعوا دخول النساء في القلعة وإرشاد المقاتلين العثمانيين مكن المسلمين من فتح القلعة العجيب لما علم لما علم القوات العسكرية بتاع فرسان القديس يحنى تم القبض على النساء وتم تقطيعهن إربا إربا ما ردهم ذلك عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيدات مسلمات ضحينا بأنفسهن لتحرير الوطن من قبضة الأجنب رفع القواعد العسكرية الأجنبية وحماية الوطن الإسلامي وحماية الوطن وحماية المقدسات ده نموزج اللي تحقق على أيض السلطان سليمان القانوني السلطان سليمان قانوني كما قلنا يعلمنا أن للمقدسات حرمة وللأوطان حرمة نعم والدليل على ذلك أنه لما علم أن شبه جزيرة سيناء في خطر وأن هناك هجرات يهودية بدأت ببيت ليهودية على أرض سيناء وعلم أن أباه السلطان سليم الأول أصدر قرارا بمنع إقامة أي يهودي منعا تاما في مدينة الطور أو سيناء أو في فلسطين أو في بيت المقدس أو الشام لأنه كان يدرك أن هؤلاء يشكلون خطرا على الدولة الإسلامية ولم يكتفي بالأوامر والتعليمات إلى ولاة الأمر في المنطقة بل إنه سارع بدعم الأسطول الإسلامي في مدينة السويس اللي كانت القاعدة التي ينطلق منها الأسطول العثماني تدعيم القوات المسلحة في مصر والشام وعلى حدود فلسطين بمزيد من الأسطول والمدافع وأيضا البرود وقام أيضا بإنزال قوات في البحر الأحمر لتدعيم ليصبح بحيرة إسلامية لا يسمح لأي سفينة أجنبية أن تتوادد داخل البحر الأحمر لأن سلطان سليمان وسليم ومن قبله الصلاتين الماليك قيد باي وطمان باي ومن قبلهم بيزيد الثاني كانوا يؤمنون بأن البحر الأحمر تطل عليه الشواطئ المصرية وشواطئ الحجاز تطل عليه المدن التي تؤدي إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وأن وجود المراكب البرتغالية أو الأسبانية جريمة ترتكب في حق هذه الأمة وفي حق مخدساتها قامت الأسطول العثماني بتطهير البحر الأحمر من قوى المراكب الأجنبية وفرضوا على المراكب البرتغالية الذين قالوا نأهم تجار قالوا يبا إذن أنتم عندما ادخل البحر الأحمر تضعون تجارتكم وتنخل على ظهر المراكب الإسلامية إلى داخل حضر البحر الأحمر لكن غير مسموح لأي مركب أجنبي أنها تتواجد على هذه الأرض هذا البحر الإسلامي فالبحر الأحمر بحر إسلامي ومدخله ومدخل إلى مقدسات المسلمين ولا يسمح لأي دولة أو لأي إنسان أن يتحكم في مدخله بل إن السلطان سليمان وجه حمالات عسكرية إلى جنوب شرق أسيا كانت تصل إلى الهند لتتواصل مع المسلمين في شبه القارة الهندية ولتؤمن مواكب الحجيج في مواسم الحجي والعمرة اللي داخل إلى البحر الأحمر أو الخارج إلى أنحاء الدولة الإسلامية وكذا علمنا السلطان سليمان القانوني أن للمقدسات مكة والمدينة وبيت المقدس وفلسطين والشام كلها وأرض الإسلام كلها حرمة لأرض الإسلام كلها حرمة ولا يجوز أن تتوجد فيها قاعدة عسكرية أجنبية ولا قوات أجنبية من الوضع القواعد هؤلاء مقادتنا هذه هي حركتهم زمن العزة يوم أن كنا خير أمة كان للحق مكان كان للأقوال فعل فاسألوا الترجمان فرض السلطان سليمان على هذه الأمة أن تؤمن الحجيج من مكة والمدينة إلى ديارهم في جنوب شرق أسيا وفي أفريقيا وأوروبا وفرض على الأمة الإسلامية بقياداتها تأمين الحجيج من مقر إقامتهم في أسيا وأوروبا أفريقيا إلى بيت المقدس وإلى مكة والمدينة هكذا علمنا آل عثمان بسيراتهم القولية والعملية كان الدين همهم بالليل والنهار إبلغ داغوة محمد إلى الخافقين ووصلوا بالإسلام إلى أوروبا وأسيا وأفريقيا 14 مليون كيلو متر مربع ووصل الإسلام وامتد على امتدات 23 كيلو متر مربع على عهد السلطان مراد الثالث الدين كان همهم الحفاظ على الوطن كان همهم بالليل والنهار الحفاظ على الأعراض وعلى الدماء وعلى المقدسات همهم بالليل والنهار بس أخذوا بالأسباب رب الأمة على الغيرة على الدين والغيرة على العرض وعلى الوطن وعلموهم أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بتربية إنسان العقيدة وأحياء فريضة الجهاد هذه نمازج عملية قدمها لنا صلاطين الدولة العثمانية بسيرهم القولية والعملية وهم بذلك يقتفون سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويقتفون سيرة الخلفاء الرشدين أبي بكر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم ويقتفون ويقتفون بذلك سيرة بني أمية وبني العباس ويقتفون بذلك سيرة الزنك عمال الدين زنك ونور الدين محمود وسيف الدين غازي وصلاح الدين أيوبي يوسف بن أيوب ونجم الدين هذه هي صفحات من تاريخ أمتنا صفحات من تاريخ الصراع بين الحق والباطل بين أمتنا وبين أعدائها ما أحواجنا أن نقف عندها خاصة أن الزمان دار دورته ونسيت الأمة ما افترض الله عليها نسيت الأمة قطاع ضخم منها نسي أن نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها فريضة شرعية وضرورة حياتي دلوقتي دي وظيفة الوعاز وكافة بينما أعداؤنا يستخدمون ما يسمى بالتبشير وهو التنصير على العالم الإسلامي التنصير يزحف على العالم الإسلامي ونسينا المهمة التي من أجلها بعسى محمد صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الأمة كما هو واقعها نسيت مش بس غزة دي نسيت أن فلسطين من النهر إلى البحر بيت المقدس بيت المقدس المسجد الأقصى بيت المقدس الذي تغتصب ما تبقى من بيوت أصحابه ويرحلون 1500 كم من الأسر أصحاب الأرض أجهزة الإعلام الفاجرة تتنادى أو تكرر الباطل وتقول أصلي ليس لهم مساكن غير قانوني طب الكيان الصهيوني يا ظلم كيان قانوني كيان الصهيوني كيان قانوني لا قانوني ولا شرعي ولا سبحان الله لإيه الكلب مكيالين حديث نسيت الأمة أن تحرير بيت المقدس فلسطين كلها ورفع القواعد العسكرية في بلاد الإسلام ومنع الدعم اللوجستي للعدو الذي يعربد شرقا وغربا ويقتل ويشيع الفتن في أرض الله كلها فريضة شرعية وضرورة حياتية هكذا كان محمدكم صلى الله عليه وسلم هكذا كان الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدين هكذا كان بن أمية ماذا سنقول بين يدي الله عز وجل إذا سئلنا عن هذا الموقف المهترئ هذه الغثائية حب الدنيا وكريهة الموت الترف الجبن القعود عن نصرة هذه الأمة ودينها وإسلامها وفريضة شرعية وضرورة حياتية ما أحوجنا أن نسترجع هذه الصفحات من التاريخ لنتعلم منها مش ده تاريخنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده معنى ذلك لو كان بيننا سليم الأول لو كان بيننا سليمان القانوني لو كان بيننا محمد الفاتح أو بيزيد الثاني ما ظنكم أنه فاعل؟ لم يكن أمامه من شيء إلا أن يوقظ وعي الأمة ويذكرها بفرض الله عليها إن لدينكم حرمة ولأوطانكم حرمة ولا حل لكم أن تقفوا مكتوف في الأيدي حيال هذا العدوان الواقع على أوطان الإسلام وعلى أمة الإسلام طال إخواننا في فلسطين فنها يقول لنا يا عالم يا إسلامي ماذا دهاكم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ليس قرتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما تعال حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفيروا يعذبكم عذاباً أليماً كلنا سنستمع منه تحذير الله عز وجل إلا تنفيروا ويعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم يذكرنا بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وردتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم صلى الله عليكم ذل لا ينزعه عنكم حتى تراجع دينا هين يذكرنا بقولنا بسلام ما ترك خوف الجهاد إلا ضربهم الله بالذل هين يذكرنا بفرض الله علينا كونوا كما كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي انطلق يعرف الناس بربهم وبدينه وبإسلامهم وأن نصرة الأوطان فريضة ونصرة الأمة فريضة وانطلق ينتقي ويربي ويكون حتى وجد إنسان العقيدة وبعدها أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير عقد الرايات للسرايا والبعوس ستين سرية وسبعة وعشرين غزوة وانطلق المسلمون شرقا وغربا لتحرير الوطن السليب من قبضة الاحتلام الرورمي البيزنطي حرروا الشام وحرروا مصر والشمال الأفريقي والشام كلها وأشراقت الأرض بنور ربها أشراقت الأرض بنور ربها بعد هذا الفتح العظيم السلطان سليمان القانوني ما كان بدعا فيما فعله ما كان بدعا في غيرته على الوطن وعلى الدين وعلى المقدسات وعلى بيت المقدس وعلى أرض الشام كلها وكان لا كان كده كان هو الآن ينبع حركته من معتقده فما أحوجنا إلى وقفة محاسبة مع النفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون ولتكون كالذين نصوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه بنفسه أو كما يقول عمر بن الخطر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية أيها المشاهد الكريم قبل أن نطوي هذه الصفحات أود أن أذكر بمسألتين السلطان سليمان القانوني ما كان ينصر أهل الإسلام فقط كما قلنا لكن نصر ملك المجر وهو على غير دينه كما أنه استجاب لأم الملك لويس للملك فرنسوا ملك فرنسا الذي وقع في أسر شارلي كونت أو شارلي كان وقع لويس وقع فرنسوا الأول ملك فرنسا في قبضة شارلي كونت ملك أسبانيا في قبضة فيردينند ماذا فعل فرنسوا الأول استغاث بالسلطان سليمان القانوني واستغاثت أمه اسمها لويس سفواء استغاثت بالسلطان سليمان القانوني فحرك السلطان سليمان القانوني قواته لفك أسر فرنسوا الأول ملك أسبانيا لما عرف شارلي كونت شارلي كان بحركة الجيوش العثمانية النصة المظلوم وهيبقى له يد على ملك فرنسا أسرع بإطلاق صراح الملك فرنسوا الأول إذن هذه أمتنا أمتنا حريصة على أن تقر الحقوق وتقيم العدل في أرض الله وحينما تخلت أمتنا عن موقع ريادة حدث ما حدث المسألة الثانية التي نختم بها سأل الفضيل بن عياد رجلا كما أتت عليك قال له ستين سنة ستون سنة قال له أنت إذن من ستين سنة تقطع الطريقة إلى ربك توشكا تبلغ فقال الرجل إن لله وإن له رجعون قال له الفضيل إن تعلم معنى إن الله وإن له رجعون من علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه بين يدي الله موقوف ومن علم أنه بين يدي الله موقوف فليعلم أنه بين يدي الله مسؤول فإذا وقفت بين يدي الله وسئلت عن دينك وأوثانك الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والقواعد العسكرية هنا هناك والدماء التي تراقه في بلاد الإسلام في كل مكان إذا سئلت عن بيت المقدس ليس عن غزة فلسطين كلها فلسطين كلها ليس غزة بس فلسطين بيت المقدس كلها فلسطين من النهر إلى البحر ليس كما يقول المنهزمون حدود سبعة وستين لا تفريطة في حبة رمل واحدة كل الحقوق الشرعية والقانونية والتاريخية للأمة الإسلامية ليس للصنطة الفلسطينية هذه أرض الإسلام والكلمة فيها لأمة الإسلام ولا يستطيع أحد أن يتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين مهما وقع من تنازلات ومعاهدات ونصرة هؤلاء فريضة شرعية وضرورة حياتية بما فيهم الشعب المحصور الذي تتداع عليه كلاب الأرض كما تداع الأكلة لقصعته في السبب حب الدولة وكراية الموت فقال الفضيل من علم أنه بين يدي الله موقوف فليعلم أنه بين يدي الله مسؤول فليعد لكل سؤال جوابه قال ما الحيلة يا فضيل قال أن تحسن فيما بقي تقلع عن الزنب والمعصية والتقصير وتنهض لنصر الدينك وأمتك ووطنك وإسلامك ووقف نزيف الدماء في كل مكان تسرع تنهض وتندم على ما فات من عمرك في التقصير أن تحسن فيما بقي فإذا أحسنت وأقلعت عن التقصير والذنب غفر الله لك ما مضى وحفظك فيما بقي أسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمتنا أمر رجد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته اللهم انصر دعوتنا وبارك خوتنا ووفق قادتنا أصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا واجمع شملنا وحط صفنا وحق دماءنا ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا انصر إخواننا على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام كل فلسطين وبيت المقدس في القلب منها وغزة في القلب منها انصرهم نصر عزيزة اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم وحق دماءهم وفك أسراهم وكف أيدي المجرمين عنهم واربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم ومهاتهم وأطفالهم اللهم أجرهم في مصائبهم خيرهم دلهم خيرا منها رب العالمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم طهر صفوفهم من الخوانات والعملاء اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد اللهم انصرهم نصر عزيزة اربنا إنهم مغلوبون فانتصر حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم عدش فسقهم مرض فدوهم اللهم انصر من نصرهم وفق المسلمين نصرتهم وصل اللهم على سيدنا محمد النبي المهم الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وللحديث بقية في مثل هذا اليوم من كل يوم من كل يوم الأحد الساعة الثامنة والعاشرة مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة